سيتم الإعلان عن قضية خطف واحتجاز رهائم في داخل أحد وسائل النقل العامة وهذه القضية ستؤدي إلى حالة من البلبلة والقلق وضجة إعلامية كبيرة وبتشهد هذه القضية مفاوضات صعبة مع الخطفين وأرى الشرطة بتتدخل بكوة ومطالب الخطفين ستشكل المفاجأة صادمة وكبيرة نعم توقع الدولي حلوين التوقعات الدولية عم بيكون ودائما ليلة عم بيكون عندك عم بتصيب كتير بالتوقعات الدولية الدولية مهيل لأنه سبحان الله اللي عم بيكتب فيهم كم شهر تحضير عم يخذ معك وقت أحد مستشفى العالم أراها تتعرض لتحديد مباشر وخطير وذلك من خلال كيام إحدى الأشخاص باكتحام هذه المستشفى وإطلاق نار عشوائيا على المرضى يا رب السترة وعلى العاملين فيها مؤسف ومثير الغضب وسوف تتمكن قوات الأمن لهذه الدولة من النايل من هذا الشخص المجرم بعد أن يعم الدعر والفوضى أرجاء هذه المستشفى من جراء هذا الحدث سلالة جديدة تضرب العالم وتسبب في خسائر بشرية فادحة مشاهد فوضى وذماء من جراء حادثة رهيبة اعرف أخطر ما توقعته ليلة عبداللطيف نتوقع ليلة عبداللطيف أن اهتزازا غريبا يشهده كوكب الأرض يرافقه مشهد وأصوات انفجارات من البراكين خلال الأشهر القادمة بسبب حادث بارز وخطير قد يضع العالم وبعض الدول الغربية في حالة ترقب وحذر مع الاستعداد العسكري الشامل والاستنفار الكامل والمواجهة لجميع الاحتمالات التي قد تؤدي إلى الأسوأ ستكون الأنظار وماها الإعلام الدولي على رئيس كوريا الشمالية سيشهد أحد المراكز الحكومية الحساسة في العالم عملية كوماندز عسكرية وذلك خلال المرحلة القادمة وهذه العملية تسبب بلبلة وفوضى إقليمية واسعة وأرى حكومة هذه الدولة تستنفر وتستنكر في مقابلة بلبلة وضجة إعلامية معروفة وبارزة أطعوا الإنترنت في العالم لحدث مؤسف نوع من الحشرات يهاجم بعض الدول وحالة هلع مشهد اغتيال أراه سيحصل في أحد المراحل القادمة وهو عبارة عن عسكر يغتال عسكر سنشهد حصول هجمات إرهابية ستطال الهند وباكستان والعالم يغلي ويتأهب ويستعد بكل وسائل لمنع هذه المواجهة الكارثية بحالة حصولها بين البلدين تشهد أمريكا موجة ركود وبطالة شارع الأمريكي يشتعل من جديد أرى أن تأليف حكومة جديدة بالعراق لن يكون سهلا خلال المرحلة القادمة وحكومة جديدة لن تصمد في العراق سيكون عمرها السياسي قصير جدا بطن في البرصات العالمية وهالة من الهلع أجه أنظار العالم على القمر لحدث مؤسف أرى أن ما يحدث في العراق اليوم سيكون له تأثير كبير وسلبي على جماعة الحثي في اليمن سقوط رؤساء وحكوام وسقوط أنظمة بعض الدول العربية والأجنبية سقوط الاتحاد الأوروبي أقول للرئيس بوتين الحذر ثم الحذر ينتهي مرض السرطان كليا في العالم وبين حركة طالبان وتنظيم داعش سنرى روسيا وأمريكا في قلب هذه التطورات والأحداث القادمة من جديد تشهد أفغانستان هجرة سكانية كثيفة خلال المرحلة القادمة إلى عدة دول أوروبية بسبب موجات العنف القادمة على هذه المنطقة العراق خلال الفترة القادمة أمام إنشاء تحالفات سياسية جديدة وبارزة ومن هنا أرى الشارع العراقي يشتعل من جديد سنرى أستراليا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة أحداث مؤسفة تطالب المساعدة من عدة دول في العالم شبح الاغتيالات يسيطر على أجواء بعض الدول ومنها لبنان وبشكل خاص وذلك خلال المرحلة القادمة أرى أفغانستان ستعود ساحة للحروب من جديد وأمريكا التي انسحبت من أفغانستان ستكون مضطرة إلى مواكبة التطورات ومن الداخل لذلك أرى أن أمريكا ومعها روسيا في قلب الحدث كما سنرى ونسمع اسم تنظيم داعش يتكرر ويعود بقوة للظهور من البوابة الأفغانية ويصبح حديث الناس والإعلام رحيل أحد الوجوه الفنية بشكل مفاجئ وسيرحل بنفس الطريقة التي رحل فيها الفنان السعودي طلال المداح والراحل الفنانة في ريال كريم على المسرح أو خلال حفل غنائي أو تصوير دول مجلس التعاون الخليجي تكون حاضرة وبقوة على الساحة العالمية وذلك من جراء أزمة عالمية تتعلق بإنتاج النفط وبورسة الأسعار وسيخرج الحل للعالم من خلال هذه الدولة تغييرات في الحكومة السورية وأسماء كبيرة من الوزراء تقال القواعد الإيرانية في العراق تتعرض لحوادث مؤسفة انهاء الملف السوري العراقي اللبناني وحسم الملف نهائيا الألم والحزن يجتاح العالم لرحيل شخصية دينية بارزة سنشهد عودة داعش يرافقها المزيد من سفك الدماء وتكون الدول بمؤازرة جيوشها وستواجه هذا التنظيم وتحمي منازلهم وأرزاقهم ومناطقهم سنرى أحد المناسبات أو الاحتفالات العالمية سوف يتعرض لحادث ونرى من خلاله مشاهد ضحايا ودما وفوضى عارمة أهديدات جديدة تحمل معها الخوف والقطر على بعض المصارف اللبنانية التي أراها تتعرض جديدا لاعتداءات وحرق وتخريب من جديد إلى هنا متابعين الكرام نصل إلى نهائة حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء